نادى السيد رئيس الجلسة على المتهمتين كما نادى على الأطراف اللي هم مطالبين بالحق المدني أو اللي يتنصب كمطالب الحق المدني في جلسة يومي واعتبروا الجلسة انطلقات في البداية في أجواء يعني يسودوا على الاحترام بين كافة الأطراف الخصومة إلى حين الردود اللي تقدمنا بها سواء الأستاذ اللي هيني أو عبدالربيه واللي لحتي على أنه الرياكسيون الأولانيين كانوا ديال القاضي التصرف اللي داروه بعد الزمنة وهو مقيلة قليلة محسوبين على رؤوس الأصابع في مواجهة الزامليني ما قبلوش رئيس الجلسة ورفع الجلسة وإحنا أكدنا لنقابائنا لا نقيب هيئة المحامين بالرباط ولا لنقاباء اللي جوا اليوم كان كنوا اليوم كل احترام وعلى رأسهم الأستاذ النقيب حيسي اللي يتنصبه النقيب عبدالطيف وعشرين أننا نحن هنا غني أدي واحد لو أجيب مهاني ويجيب آداءه في إحطار احترام الجامع مع كامل الأسف هذا الشي اللي كان ولو هذا الاتفاق بعض الزملاء سامحهم الله بالإضافة إلى بعض أطراف الخصومة ما التزمج بذلك بل وصل الحد إلى الإساءة إلينا والإساءة إلى الزملاء اللي ينبوه في هذه القضية على المتهمتين نحن بالنسبة لنا نريد أن نقول لكم أحد شيء أساسي هو أنه هذا الشي اللي يوقع ما فيهش إساءة لي أو للزميل هو إساءة للمهنة إساءة لحقوق الدفاع هذا الشي عمره ما كان وما يخصوش يكون وهذا الشي سابقة سابقة غير مقبول سيد لا هوند